موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام اينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث كما نقول دائما ناديكم الأول للصحافة في فلسطين ووجهتكم للتحليل السياسي الترحيب أيضا موصول لضيفي في استوديو دائرة الحدث لهذا اليوم الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس وأيضا أستاذ العلوم السياسية في مركز الدراسة الأقليمية تحية أسرح دكتور كالعادة نذهب سريعا إلى أبرز العنوين لندخل في صلب نقاش الموضوع لهذا اليوم وما زلنا نتابع أديال ردود الفعل على خطاب سيد الرئيس وخطاب بني مينة تنياهو الحملة ضد الأول لنتابع لنا نبدأ جولتنا من الصحف المحلية ومن القدس نقرأ في استطلاع للانتخابات المحلية 49% يؤيدون حركة فتح و27 مستقلين فيما 9% مؤيدين لحماس وقرار إسرائيلي يمهد للاستلاء على مساحات واسعة من أراضي أبوديس لصالح توسيع مستوطنة قدار إلى صحيفة الأيام التي كتبت في تصريح جديد لوزير الخارجية الإسرائيلي لبرمان يدعو دول العالم إلى نبذ عباس ويقول إنه العقبة الرئيسية والأكبر أمام إحلال السلام ونقلت عن وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع خطاب الرئيس في الأمم المتحدة عزز المكان القانوني للأسرى ومن الأيام للحياة الجديدة مواجهة مع الاحتلاء خلال مسيرة بكفر قدوم تأييدا لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة والرئاسة ترحب بقرار قبول حركة فتح عضوا في الاشتراكية الأوروبية إلى الصحف الصادرة في بعض الدول العربية ومن النهاري نبدأ وزير خارجية فلسطين رياض المالكي يقول التصويت على طلب الحصول على مكان الدولة غير عضو سيجري قبل نهاية العام الجاري أما صحيفة الأهرام راعي كنيسة شمال سيناء ينفي تهجير الأقباط إلى جريدة السبيل السلطات المصرية تقدم تسهيلات كبيرة لعبور الفلسطينيين في معبر رفح الغد الأردنية كتبت إسرائيل تقول سيناء غير مسيطر عليها في عنوان لها جريدة الخليج تقول نيتنياهو وليبرمان يستغلان الجمعية العامة للتحريض على عباس نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ومن القدس العربي وزير إسرائيلي يرد على خطاب الرئيس عباس بالتأكيد لا مجال لوجود دولة واحدة بين البحر والنهر وهي إسرائيل أما الحياة اللندنية مباراة تيكلاسيكو تتحول إلى قضية رأي عام في غزة ننتقل إلى الصحف الصادرة في إسرائيل ومع يدعوت أحرانوت إيطاليا تقول الهجوم الإسرائيلي على إيران يمكن أن يحدث أما مع ريف ردا على نيتنياهو وزير الدفاع الإيراني يقول إسرائيل تجاوزت الخط الأحمر وأخيرا هارتس لبرمان يصعد من لهجته ضد عباس ويهدد سندفع أبو مازن الثمن ونختم بأهم عنوين بعض الصحف الأجنبية ومع واشنطن بوست الإجراءات العسكرية ضد إيران سياسات حزبية متعلقة بأمريكا أما نيويورك تايمز الكونغرس رفض إقرار المساعدات لمصر خوفا من الإخوان أما صحيفة الجارديان البريطانية كتبت الاستخبارات التركية تؤمن السلاح للإرهابيين في سوريا ونختم بصحيفة لوموند الفرنسية انتهاء شهر العسل بين مصر وأمريكا وفرص تحول القاهرة لقوة إقليمية كبرى ضئيلة أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وقبل أن ننتقل إلى الشأن العربي وبتحديدا من آخر العنوين أو الشأن يعني في العلاقة ما بين مصر والولايات المتحدة نطرق باب ردود الفعل على خطاب السيد الرئيس على المستوى الفصائلي كثيرون من انتقد خروج بعض الفصائل لتقول بأن هذا يثبت ما قلنا قبل عشرين عاما بأن ما جاء على لسان السيد الرئيس في خطابه في الأمم المتحدة يؤكد على فشل أوسلو حماس من ناحيتها تقول بأنه يائس ويعبر عن فشل وما إلى آخره أكرم عطلة من بعض من كتبوا بذات السياق ولكنه قال في آخر ما اعتبروا أن الدعوة التي صدرت عن الجبهة الشعبية القيادة العامة هذه المرة تستدعي التوقف فقد اعتبرت أن الخطاب مدعا للشروع بحوار وطني شامل يبحث في الخيارات الوطنية هذا الحوار الذي غاب طويلا منذ أكثر من ست سنوات والذي بادر عليه الأسرة في سجن هاداريم والآن تغيرت الظروف السياسية كائن حي وقد حملت المستجدات على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي انسداد خيارات المفاوضات والمقاومة أيضا ما يدعو للتوقف أمام الحالة الفلسطينية التي يقف مقابلها خصم مدجج بالقوة العسكرية واقتصاد قوي ونظام سياسي فيما الفلسطينيون مسلحون بأسلحة خفيفة واقتصاد تسولي وهناك طلاق بين السياسة والمفكرين ونظام سياسي مشلول أليس هذا مدعا للتوقف والبحث عن خيارات جديدة عنوان مقالته وماذا بعد الخطاب ما رأيك خلنا نتحدث بهدوء شديد أولا الرئيس محمود عباس في خطابه في الأمم المتحدة يعني أولا نعى مرحلة كاملة نعى يعني فترة كبيرة جدا وجهود كثيرة جدا وكان زعيما صريحا وقويا أيضا صارح العالم بأن قال لهم أنه البجتمع الدولي لم يكن على قدر الموثيقة التي وقعها أو الاتفاق الذي يوقعه وبالتالي خان مبادئه يعني البجتمع الدولي القوى الكبرى خانت الورقة التي وقعت عليها وبالتالي يعني صارح العالم بأنه لم يكن أمينا على موقع ثانيا صارح شعبه صارح شعبه أنه نحن على مدى 19 عاما تفاوضنا بدون مرجعيات أو إسرائيل استطاعت أن تغيب المرجعيات وبالتالي لم يكن هناك ثمرة أو نتيجة لا الاحتلال الذهب ولا الدولة قامت النقطة الثالثة الرئيس هدد هدد عمليا هدد العالم كله بأنه إذا لم يكن هناك دولة فلسطينية فكل احتمالات قائمة شوفي أنا برأيي بعيدا عن كل التجاذبات الفصائلية والمماحكات وسمعت وقرأنا كل ما قيل يعني الرئيس محمود عباس كان زعيما شجاعا قال بأنه يجب أن نعيد العلاقة مع المحتل وأن نعيد العلاقة مع المجتمع الدولي وأن نعيد العلاقة مع الكريم كله الكريم العربي كله وبالتالي أن يكون هذا الزعيم صريحا جدا وشجاعا ويقول أنه حتى اللحظة لم نفعل شيئا أنا برأيي أن هذا مدعا ليس فقط للحوار بين الفصائل لا لأنه يعني هذا الحوار أنا برأيي أنه وصل لنهاياته أنا برأيي أنه الرئيس محمود عباس إذا فهمته جيدا واني من الحك في أن أفهمه كما أريد الرئيس محمود عباس قال أنه الكرة الآن بيد الشعب الفلسطيني قال الرئيس محمود عباس أنا أتحدث باسم شعب غاضب هذا بلغة السياسة يعني أن الشعب الغاضب له الحق في أن يفعل ما يريد وبالتالي أنا إذا ذكر هذا الخطاب من جديد أقول أن هذا الخطاب كان موجها للشعب الفلسطيني أنه الكرة بالكرة عندكم افعلوا ما تريدون إلى هنا وصلنا ولسنا الآن بصدد العتاب ولا اللوم ولا من مخطئ ولا مصيب هذا التاريخ الشعوب تخطئ الحركات تخطئ والخطأ أن نستمر فيه الخطأ ولذلك كان الرئيس أنا برأيي أنه واضح وصريح وشجاع إذا صحيح طيب يعني هل تعتقد بأنه العودة إلى الشارع يفرضها الشارع بقوة إرادته أم أن هناك أيضا من يتحكم بإرادة الشارع على هذا الصعيد شوفي أنا برأيي أنه وأننا كنا صريحين جدا جدا أنا برأيي أنه الشعب يختار يعني يحقق خياراته ويختار إبداعاته ويبتكر طرقه للمقاومة بمعنى أنه لا يمكن أن نبقى هكذا عمليا إذا بقينا في نفس الحالة التي نحن عليها لن يكون هناك لا دولة فلسطينية ولا زوال الاحتلال ولا أي شيء بالعكسة أنا برأيي أنه سيكون هناك تمزيق حتى للشعب فلسطيني والرئيس كان واضحا بالمناسبة أنا برأيي مرات أنه هناك قراءة مستفزة لهذا الخطاب الرئيس قال كان واضحا جدا قال امنعوا نكبة جديدة ما الذي يقصده بلغة السياسة أيضا هذا الرجل يقول أنه إسرائيل قد تطرد الشعب فلسطيني لأنها تعتقد أن الدولة الفلسطينية ليست في الضفة الغربية وإنما في الضفة الشرقية ولهذا كان الرئيس أيضا واضحا قال لا بديل عن هذا الوطن ولا البطل البديل هذا كلام فاضحي عمليا وكأن الرئيس يقول أو أنا من حقي أن أقرأ ما يقول الرئيس الضفة الغربية أنه امنعوا نكبة جديدة بمعنى أنه ليس فقط لا دولة وبقاءة الاحتلال وإنما أيضا لتشريد الشعب فلسطيني الجملة المقابلة لهذا الكلام أنه الشعب يختار ويبتكر ويطور أدواته لأنه كل شيء ستنزف كل شيء ستنزف ست أميرة حتى منظم التحريف الفلسطينية يجب حتى تكون حتى تكود حتى تستعيد قوتها حتى تستعيد صحتها وعافيتها لابد من شروط أخرى لأنه يعني لغة العالم القديم انتهت نحن في عالم جديد العالم الجديد يفرض لغة جديدة وأسلوب جديد ومقاربة جديدة هل تقترح شيء على هذا الصعيد؟ أنا طبعا هناك أنا أقترح تماما أولا أنه منظمة التحريف الفلسطينية حتى تعود فاعلة وتستعيد عافيتها وصحتها يجب أن تقرأ الواقع من جديد هناك تغيرات ديمغرافية وسياسية وتحالفها جديدة ومصالح جديدة بالمعنى آخر منظمة التحريف القديمة يجب أن تتغير تتغير هيكليا تتغير على شكل المضمون وتتغير بالأداء وأن لا تبقى رهينا لاحتلال يجب أن لا تبقى منظمة التحريف الفلسطينية رهينا لاحتلال يعني إذا ظلت رهينا لاحتلال فسقفها الاحتلال يجب أن تكون منظمة التحريف الفلسطينية في الخارج ويجب أن يعود القرار الفلسطيني جغرافيا لأن الجغرافيا لها اشتراطات ولها ضرائب إذا بقي القرار الفلسطيني أو قرار نظمة التحريف الفلسطينية في أمكين معينة فهناك اشتراطات جغرافية واشتراطات وتصبح سقوفا لابد من تغيير أولا بنية المنظمة لابد من تغييرها لأن حقيقة للشارع له لغة مختلفة والمضمون أيضا يجب أن يتغير لأنه أيضا الشارع يتغير والعالم يتغير نقطة ثالثة الجغرافيا يجب أن تتغير لابد من ذلك أما إذا بقينا بنفس الهياكل وبنفس الأنماط ونفس الطرق وبنفس الأبديات هذا لا يفيد لحظة هناك أبديات يجب أن تتغير خلاص كفي طيب يعني في ذات سياق خطاب سيد الرئيس في الأمم المتحدة بعض التصريحات كانت مستفزة للغاية من سواء من الجانب الإسرائيلي أو من جانب حركة حماس في قطاع غزة وللأسف يعني نقول بأنها تقترب كثيرا مما يريد لبرمن على صعيد المثال هذا التساوق أو هذا التزامن في فحوى التصريحات أو في فحوى الرغبات والإرادات في هذه المرحلة ينذر بشيء كنا حذرنا منه في برنامج دائرة الحدث سواء على لسان الضيوف الكرام أو من بعض المقالات التي كتبت في ذات السياق أنه يبدو أن السيناريو بات أكثر وضوحا لترتيب طرف أو تجهيز طرف على حساب آخر ومقال لبرمن مؤخرا حول أنه سيدفع سيد الرئيس الثمن وأنه سيتحالف أو سيتعاون مع أعدائه للتخلص منه هذا يضع مئة خط أحمر تحته لنفهم السيناريو هل بات أكثر وضوحا هل تقرأه لنا حقيقة لنفصل بين الأمرين لكن رغب أنه بينه التقاطعات نتحدث عن لبرمن وتصريح المخيف هذا والمرعب ويجب أن ننتبه إليه جدا جدا وننتهز أنا وأنتي هذه الفرصة لكل من يسمعنا أنه هذا التصريح خطير وخطير جدا ويجب الانتباه له وكما قلت نحن ربما صحفيين كتاب إلى آخر لا نستطيع أن نفعل سواء التنبيه ما يكون هذا الرجل خطير وخطير جدا لأنه هذا لعب في القلب الساحة الأمامية والخلفية للشعب الفلسطيني لبرمن يريد أن يلعب بالشعب الفلسطيني كما يريد عمليا يريد أن يتحالف مع أعداء أو خصوم السيد الرئيس عمليا ما الذي يقصده هل يقصد حماس بأنه يتحالف مع حماس أو يقصد أطراف أخرى معينة غاضبة حردانة إلى آخره أم يقصد أطراف أخرى خارج المنطقة نحن سنصغر الدائرة ونقول أنه يلعب في الساحة الخلفية والأمامية أيضا للشعب الفلسطيني هنا هذا الرجل يعني أولا أنه مفلس بالمناسبة هو رد على الرئيس بحمود عباس بهذا الإفلاس إسرائيل أفلست تماما على مستوى السلام نتنياهو ولبرمن أفلسوا جدا على مستوى السلام لم يستطيعوا أن يكونوا جملة مفيدة لخطام السيد الرئيس إطلاقا ولم يقدموا شيئا وبالتالي إسرائيل مفلسة وهذا الرسالة ليست لنا هذه الرسالة للعالم العربي كله هذه رسالة قوية ومهينة ومذلة للعالم العربي كله إنه لا تصنع السلام مع إسرائيل أو هذه إسرائيل أو إسرائيل بهذه التركيبة لا تصنع السلام معها إطلاقا فهو مفلسين ليرد على خطاب الرئيس محمود عباس ولمواقف الفلسطينيين هو يريد أن يغير الرئيس باتحالف مع خصومه يغير الرئيس يعني يريد رئيس فلسطيني على الكتالوج الإسرائيلي على الشرط الإسرائيلي على السقف الإسرائيلي وهذا لا يجوز ولا يمكن ولا يمكن أن يكون هذا واحد اثنين لا يمكن لأي أحد أن يتعاون مع لبر ثم يحصل على شرعية هذا ليكون مفهوما أي شخصية أي حزن فهو ضروري بل يشير علني دكتور أحمد كمان بين العلنية والسر شتان ستة أميرة أنت قلت أنه أصبح المسألة واضحة جدا هل هناك أكثر وضوحة من أن يقول الرجل هذا وهو يعني مفلس تماما ووقح أيضا تماما أنه بنت تعاون مع خصوم الرئيس محمود عباس ماذا أكثر من علنية نحن نقول بعلنية أيضا أي طرف مهما كان اسمه مهما كان تاريخه يتعاون مع لبر بل إسقاط الرئيس لا يحضب شرعيا إطلاقا وسيكون عند شعب فلسطيني له اسم محدد ولا نريد أن نقول هذا الاسم هناك اسم واحد فقط أو صصة أقصد يعني صصة تلصق بأي طرف يتعامل مع لبرمان ليس أكثر ليس أقل وبالمناسبة هذه كوة الرئيس الرئيس ليس فقط قوة تنفيذية قوة أدبية رئيس أي دولة له قوة أدبية بأن يقول هذا خارج الصف هذا داخل الصف أن يقول هذا معنا هذا ضدنا هذه قوة مذهلة لأنه يعبر عن إراداتنا إراداتنا كلها تتوثل في شخص الرئيس فالرئيس ليس فقط الذي يوقع على القرات الذي يقول الذي يشرف الذي يؤثر هذا هو وبالتالي شوف لبرمان بهذا الكلام لماذا هو مفلس وضعيف لأنه نسيا شغالي مهم جدا أن الرئيس هو يتمتع بالشرعية حتى الآن وبالتالي مدام يتمتع بالشرعية أي أحد خارج هذه الشرعية عمليا حتى تكتسب شرعية يجب أن تدخل تحت هذا البظلة هذا هو طب يعني ولكن يعني في طرق التفافية كثيرة على هذه المسألة لا أعتقد يعني المظلة الشرعية أصبحت تتعرض لهجمات متكررة من أطراف مختلفة لإيجاد بديل عنها أو حتى اختراق ست اليوم أنتم قلتوا في العنوين أنه 49% في الضفة الغربية كنون أنهم أفتحوا 7% مع حماس وبالتالي شوفي إذا بدنا تحدثنا عن حماس كخصم وليس كعدو كخصم خصم عنيد خصم لا يقتنع خصم لا يريد أن يتفق أو قضايا أو قضايا يمكن أن نقول عن حماس ما يريد ولكن ليست عدوا هي خصم خصم قد نتفق في يوم الأيام معها وهي جزء من شعب فلسطيني بالمناسبة كما قلت عنيد يعني لكن هذا جزء من شعبنا نحن نتحدث هنا لا نتحدث عن خصوم وقد يخطئ الخصوم قد يخطئ ولكن إذا تم اللعب بشكل علني أو سري مع هذا الرجل مع ليبرمن أو غيره عمليا هذا ليس خصما وأكثر من ذلك لنتحدث أيضا بصراحة شوفي إسرائيل لم تتخلى عن فكرة أن تجعل من جزء من الفلسطينيين عملاء فعلت ذلك فعلت الانتداب البريطاني ذلك في الثلاثينات عندما خلق ما يسمى فرق السلام والحزب الفلاحين وفعلت ذلك إسرائيل عندما صنعت ما يسمى بروابط الكرة وتريد أن تكرر أو الاحتلال يريد أن يكرر ذلك طوالة الوقت لا التاريخ لا يعود إلى الوراء والمناسبة فكرة طوالة القرة فشلت في الثمانينات انتهت كليا وبالتالي الآن لا يمكن يعادت التاريخ من الوراء إطلاقا أكثر من ذلك سيدتي طيب لا لا اسمحتي لي هون نقطة مهمة هناك من قال أنه الانتخابات المحلية القروية والبلدية ستكون بديل شرعي عن السلطة هذا كلام فارغ أيضا كلام فارغ أيضا لأنه ليه لا يمكن لا يمكن إطلاقا أنه أي بلدية في الدنيا هون فلسطين أن تكون أنا تمثل شعب فلسطيني أو مجموع البلديات أن تكون أنا نمثل شعب فلسطيني أو أن الاتحاد الأوروبي يعطي البلديات باعتبار بديل عن السلطة وتجريبها لا التاريخ لا يعود الوراء الآن الشعب فلسطيني يقول أنه يريد دولة ولا يريد بلدية دعنا نذهب إلى الأمام قبل أن أدخل في خطاب نتنياهو ووضع مصر مع الولايات المتحدة إذا نظرنا إلى الأمام وإلى المستقبل أين ترى مفتاح الحل برأيك للمسألة الفلسطينية في ظل التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لطلب دولة بصفة مراقب أو دولة غير عضو في الجمعية العامة في ظل ضغوط أمريكية هائلة الحديث عن أنه قبل نهاية العام أو خلال العام الجاري سيتم التصويت على هذا القرار الوضع العربي أيضا والإقليمي ودعمه للقضية الفلسطينية على ألف علامة سؤال في هذه المرحلة أيضا الداخل الفلسطيني مشتت منشغل في قضايا جانبية في قضايا فئوية في بعض الأحيان وهي الأغلب أو قضايا اقتصادية كما قال مثلا أكرم عطلة اقتصاد توسل تسولي إلى آخره هل ترى في النظر إلى الأمام شيء جديد لا يعيده التاريخ جميل هناك كل شيء يعد التاريخ يعيده على فكرة التاريخ يعيد كل شيء ليس بالتفاصيل وإنما بيطر العامة حقيقة أنا برأي ذلك سأقول شيئا تم تجريبه في الماضي حقيقة أنه أولا بهذا الشكل منظمة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وفصائل منظمة التاريخ الفلسطينية كل ذلك وصل إلى طريق مزدود حقيقة وهناك من يقول أنه لا المفاوضات تنفع ولا المقاومة الآن تنفع مقاومة مسلحة وبالتالي تعالوا نتوجه إلى مقاومة سلمية وهذا الكلام لا يحتاج إلى قرار بالمناسبة المقاومة السلمية لا تحتاج إلى قرار أنا برأيي برأيي المتواضع فيه شغلتين ممكن نعملهم أولا أن السلطة الفلسطينية تتوقف عن خدمة الإسرائيل كليا تتوقف عن خدمة إسرائيل حتى يصبح احتلال إسرائيل ثقيلا وباهظا ومكلفا وليس سهلا وهذا طبعا هذا يقتضي ثمن وسندفعه أو يجب أن ندفعه لأننا نحتاج إلى احتلال شوفي شوفي الاحتلال يريد من السلطة ومننا أيضا أن نعفيه من تبعات الاحتلال بمعنى الاقتصادية والأمنية وبالتالي هو يقبل أن نجيب أموال من الغرب أموال من المانحين وأن نعيش أنفسنا بأنفسنا وأيضا ويطلب مننا أن نحافظ على أمن واستقرار هذان العاملان يجب أن نضغط بهما لأن إسرائيل لن تفهم أي شيء لن تفهم أي رسالة سوى الرسالة التي توجه الرسالة الاقتصادية والرسالة الأمنية هذان المساران المسار الاقتصادي والمسار الأمني يمكن أن نستعملهما يعني غلط الثالث بسار الشرعية بمعنى أنه يجب أن نقول العالم أنه لا سلام عندنا والتسويق لإسرائيل لعالم أنه صنعنا سلاما سلام بارد سلام مش طبيعي سلام مش مقبول سلام مريض يجب أن نقول العالم أنه هذا ليس سلاما إطلاقا الإسرائيل محتلة ومن مناسبة هذا يصب في الكلام الذي قاله الرئيس محمود عباس في المجلس الأمن في بيضة جمعية الرموية أنه عاد المسألة مضبوط مضبوط للعالم كله أنه ما زلنا تحتاج إلى النلال هذه الثلاثة الأشياء النقطة الرابعة إعادة من ضبطها مرة من جديد حتى مع خصم عنيد وقاسي أيضا كحماس أربع أشياء النقطة الخامس والمهمة جدا وهذه مسألة من التاريخ أيضا أنه نعود للعرب والمسلمين طيب وإذا كان العرب والمسلمين لا لا شوفي لم نعود يعني خلص يجب أن نقول ذلك أو على الأقل هذا ما أدعيه نحن لا نستطيع وحدنا أنه قوم إسرائيل إسرائيل مدججة كما قلت في مقدمتك الجميلة أنك عدو مدجج بكل شيء قوي قوي جدا أكثر من ذلك ومشرعا جدا حتى احتلاله مشرعا جدا وبالتالي نحن وقاتل عدو قوي جدا نحن وحدنا لا نستطيع هل تعتقد بعودة الورقة يعني إلى الحكم العربي والإسلامي أنا أعتقد ذلك كيف سيكون ذلك في ظل الظروف الحالية لابد من ذلك لابد من ذلك أولا جغرافيا نحن لا يستطيع أن نتنفس إلا من عند العرب من معبر رفح ومعبر الكرامة إذن بالتالي هذا جغرافيا هناك سقف اثنين لا نستطيع أيضا أن نأخذ ماء كهرباء بنية تحتية بدون العرب النقود ومال ودعب بدون العرب شرعنا لمواقفنا التي نتخذها ضد إسرائيل بدون العرب وبالتالي وإحنا نحن أيضا أفلسنا أيضا أفلسنا أيضا أفلسنا وهذا الرئيس كان واضحا وشجاعا بالمناسبة يجب أن نحيي الرئيس محمود عباس أنه كان شجاعا وواضحا بالمناسبة وهذا ربما ينقله أيضا من أن يقول من العالم القديم أن الرئيسنا مش رئيس لا بده كرسي ولا بده منصب ولا بطيخ عملي بقول هذا الذي صار هذا الذي حدث وانتهينا بالتالي هذا ينقذ أيضا من أنه يقال له أنه أنت تريد منصب هو لا يريد منصب ولا ما يحزن أو أهمتنا بما هو أو أهمتنا ب طيب وبالتالي شوفي العودة إلى الحد العربي والإسلامي هات تقول كيف طب ليش هو إحنا بعد إحنا كمان ما هو معلش يعني إحنا بعد الحديث عن لجمة المتابعة العربية لمبادرة السلام هذه يا سيدتي بلاش الجامعة العربية بلاش لا مش بلاش هات أثبتت فشلها أيضا اللجنة الرباعية العربية حتى اللحظة أثبتت فشلها كاللجنة الرباعية التي أثبت فشلها يعني التدويل فكرة التدويل أثبتت فشلها لأنه اللجنة الرباعية تحابي إسرائيل واللجنة المتابعة العربية أيضا فاشلة لأنها بدون أسنان بدون ضغط لجنة المتابعة العربية بدون أسنان ولا أرجل ولا أيدي طب أليس ذلك يحتم بالضرورة أن يكون صاحب الأسنان أو من يضع الأسنان لديه رغبة في استخدامها هذا هو لهذا السبب أقول أنه لابد أيضا من نسج علاقة مختلفة مع العرب خاصة على الانتفاضة العربية أو ما يقال أنه اسمه الربع العربي سنفحص ذلك سنفحص ذلك نحن كفلسطينيين نفحص كل شيء حسب علاقته بإسرائيل إذا كان هناك علاقة معينة مع إسرائيل يجب أن نفحصها بما يناسبنا نقطة حديث نتنياهو في الأمم المتحدة كان مثيرا للسخرية لدى الصحف الإسرائيلية خصوصا عندما رفع جدولا وبقلم أحمر ليقول بأن هذه هي النقطة العمراء التي يجب أن نوقف إيران نوويا فيها أو الخطوط التي يجب أن لا تتجاوزها إيران وما إلى ذلك وكأنه البعض وصفه كمعلم أمام طلابه أو من يزعم بأنه يفهم بما لا يفهمه العالم وإلى آخره ولكن في المقابل هو اتهم سيد الرئيس بالتحريض وقال بأنه بدل أن تستخدم المنبر للتحريض على الآخر تفضل إطاوضة المفاوضات لنتحدث في أمورنا لغم أنه يعني ما فيش منه هذا الكلام نتنياهو وضعه على المستوى الدولي هل تعتقد بأن علاقته مع الولايات المتحدة أصبحت أو مع أوباما تحديدا دعنا نكون أكثر تفصيل بعقب الفترة الفاترة التي شهدتها إسرائيل والولايات المتحدة أو أوباما ونتنياهو هل تعتقد بأنه نجح في شيء وفشل في آخر أم أنه فشل في الاثنين على حد سواء نتنياهو حقيقة عملية فشلة مع هذه الإدارة الأمريكية الحالية هذه الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد أن تورط في ضرب إيران الآن على الأقل رغم أنه وهذا الكلام ليس رأيي شخصي هذا رأيي حقيقي تماما أنه هناك حرب قائمة على إيران بمعنى الحرب الاقتصادية والحرب الإلكترونية والاكتيال العلماء وبالتالي هناك حرب خفية لنراها ولكن هذه الإدارة لا تريد أن تورط بإيران خلال الانتخابات وأكثر من ذلك هذه الإدارة تتخوف أيضا أنه أي ضرب لإيران مش بحسوبة جيدا ستؤدي في العالم إلى كارثة على مستوى الطاقة على مستوى الدقل على مستوى الخسائر إلى آخره وليست مضمونة إطلاقا ذلك إسرائيل ما تفعل إسرائيل عمليا تكون بما يلي أولا تبتز العالم تبتز الإدارة الأمريكية بأن تتلقى من المساعدات تريد أن تشكل جبهة عالمية لتعطيها شرعنة ضربة لإيران النقطة الأهم من كل ذلك أن إسرائيل قد تضرب إيران في لحظة للحظات وقد تخرب العالم كله وبالمناسبة ما قال نتالياهو في المجلس الأمن ليس ليس لا يدعو للسخرية ما قال نتالياهو بالجلس الأمن حول الصور والخطوط الحمراء عمليا هو قال للعالم خطابا ذكيا جدا جدا ليوصل فكرة مهمة جدا 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 أنه قد نضرب نحن فقط إيران وعلى العالم أن يعرف ذلك وقد كنا ذلك لأن إسرائيل واضح أنها لم تجيش أوروبا ولا أمريكا لن تجيشهم لضرب إيران عمليا فكرة جو امسكوني والحكوني سأضرب استنزف دوره وفكرة أن الآخرين ضربوا إيران استنزف دوره ظلت إسرائيل هل يعني خطوط حمراء حربا؟ هو كان ينادي بتحديد خطوط حمراء لا بمرة أخرى بالعكس هناك من قال أنه خطاب نتالياهو كان يؤكد بأنه لن يضرب إيران بل يطالب بفرض الخطوط الحمراء عندما يقول السياسي جملة لا نقف عندها نذهب إلى ما ورائها ودلالاتها وما تحمل ونقيضها أيضا لنفهمها وبالتالي عندما هو يقول أنه هناك خط أحمر عمليا هو يقول أنه إسرائيل قد تضع هذا الخط الأحمر وبالتالي ما قاله لا يدعو إلى السخرية يدعو إلى التوقف ويدعو إلى التنبه الشديد لذلك شوفي إيران ردت ردا سريعا فهمت الرسالة قالت أنه أي حدا بهاجمنا سنضربه بعنف فهمت الرسالة جيدة دعنا نذهب إلى الملف المصر الأمريكي في النيويورك تايمز الكونغرس رفض إقرار المساعدات لمصر خوفا منها ثم في صحيفة لموند الفرنسية انتهاء شهر العسل بين مصر وأمريكا وفرص تحول القاهرة القوى إقليمية كبرى أصبحت ضائلة أنت في صحيفة القدس لهذا اليوم كتبت مقالة بعنوان بين محمد مرسي ومحمد علي حاولت أن تقارب بين شخصية ودور المطلوب من محمد مرسي إذا ما راجع ما قم به محمد علي وبدأ من المقالة أنك متفائل بدور محمد مرسي القادم أو بفرصه لاستنهاد مصر لتصبح دولة بدور قيادي كما كانت في العقود التي سلفت ولكن ألا تعتقد بأن تفاؤلك بهذا الشخص أو بحركة الإخوان المسلمين قد يثير الجدل؟ تماما أنت تسألين جيدا أنه قد أثير الجدل طبعا أولا يعني أنا على عكس ما قالت لوموند أنه تحول مصر إلى دولة كبرى ضئيلة وكانها تربط أنه دولة مصر كبيرة بالمساعدات الأمريكية أو أنه ليس هناك لا تستطيع مصر أن تكون دولة قوية في منطقة تنازحها قوتين إكليميتين كبيرتين هما إسرائيل وإيران وإذا شئتي تركيا أنا حقيقة وكما قلت سيدتي يعني أنه مشير الجدل أنه متفائل أنا متفائل بالتاريخ دائما أولا متفائل بالله والناس والشعب متفائل جدا طبعا متفائل بالنصر أيضا والتغير أنا أريد أن أقول باختصار شديد أنه مرسي الذي يملك حزبا ومنظما وإله أجيال ومتخب ووارثة مصر مهلهلة وضعيفة وفيها مشاكل كثيرة جدا أنه فرصة مهيئة له أن ينتقل بمصر من هذا الوضع إلى وضع مختلف جدا كما فعل محمد علي قبل حوالي 120 سنة تقريبا أخذ مصر مهلهلة وضعيفة ومنقسمة على نفسها وأدخلها القرن التاسع عشر بشكل قوي جدا جدا وجعل مصر قوة إقليمية سؤالي هو أو تفاؤلي هو أن هذا الرجل يستطيع أن يفعل لأنه مزود بإدلوجيا مزود برؤية ومزود أيضا بتاريخ هذا ما أقوله لكن أريد أن أقول مسألة مهمة جدا طب ولكن ألا تعتمد كل ذلك على رؤية للمستقبل حتى يحسن استخدام ما تفضلت به هل أنت واثق من أنه استخدام أو حسن استخدام ما تفضلت به سيكون قائما مع محمد مرسي هذا ما نطلب من زعيم نطلب من الزعيم أن يكون على قدر زعامته والكراسي لا تكبر الناس الناس هم الذين يكبرون المناصب ننتظر من هذا الرجل كل شيء لكن سؤالي على الملف الفلسطيني ملناش ننتظر كمان؟ وننتظر مش بس على الملف الفلسطيني الملف السلسرائيلي هناك مصر أمامها أدوار كثيرة ومصر أمامها رسائل كثيرة ومصر أمامها وظائف كثيرة وسننتظر مسألة أخرى مهمة جدا أنت كنت عن العلاقة بين مصر وأمريكا مصر حتى اللحظة لاحظة إذا جمعنا النقاط وهذا ليس تفاؤل ولا تشاؤما ولا حبا ولا كرها باختصارة شديد مصر موقفها بالفيلم الموسيق وماذا فعل وكيف تصرف محمد مرسي مصر في سيناء وماذا فعله من أجل القضاء على الإرهاب مصر في التكارب الفلسطيني أو في القضية الفلسطينية وملف الفلسطيني مصر في التكارب مع إيران أو الذهاب إلى إيران مصر في حركتها مع اللجنة الرباعية بشهر سوريا هذه سياسة خارجية لا تعجب أمريكا أو لم تعجبها حتى اللحظة ولاحظ دكتور أنا داركني وقت البرنامج ولكن لكل عنوان تفضلت به تشعوبات وتباصيل وتداعيات أدت لها في بعض الأمور وبعض الأمور كانت محضر إيرادة شكرا لك الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس والعلومية السياسية في مركز دراسة الإقليمية شكرا جزيلا مشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما الفتحية إلى الزاوية الكاريكاترية فلتتفضلوا تمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر